يسعى الصباحكو أهلا وسهلا فيكو بيات توقعات الفلكية والأبراج واليوم رح نكمل عن الوضع العاطفي كنا عم نحكي حكينا من 1 ل 17 الشهر لما كانت الزهرة في العقرب ولكن من 18 لآخر الشهر رح تنتقل عند القوس وحكينا من الحمل للعدراء اليوم رح نحكي سريعا من الميزان للحوت وتأثيرات وجود الزهرة في القوس على الميزان أولا الزهرة بالقوس فترة تحمل الحب والرومانسية لبرج الميزان والعاطفة أيضا وتعمل على تعديل وتصويب الكثير من الأمور والتخلص من الكثير من السلبيات قد تكون فترة ضاغطة من كل النواحي يعني من الناحية المالية الاجتماعية المهنية فما نخلي التراجع النفسي اللي موجود بسبب هاي الأمور تنعكس على الوضع العاطفي وإذا ظهرت بعض الأمور من الماضي بدنا نسيطر عليها وأنت قادر على تجاوزها أما بالنسبة للعقرب فأكيد كانت الزهرة عندك أول 17 يوم فترة ممتازة جدا ولكن مع انتقالها لبرج القوس رح نشوف غالبية برج القوس ولكن نخص العشرية الثانية هي اللي رح تعيد النظر بحياتها العاطفية وتبحث عن الوسائل بشكل أعمق وبشكل أكبر تنزل على أرض الواقع تحلل الأمور وتختار الكثير من برج القوس رح يختاروا الانزواء والانعزال والابتعاد عن الصخب وعن بعض الأمور الاجتماعية اللي تنفرض على الشخص أحيانا رح نشوفوا ما بيتقبل بعض الأمور الاجتماعية وهذه الفترة هي لا حتى يبحث عن الطريق الأفضل لإحلال السلام العاطفي بحياته إذن العقرب رح يتخذ قرارات جديدة بسير حياته العاطفية سواء كان للمرتبطين أو غير المرتبطين وسواء كان للعائلة أو للشريك أما بالنسبة لبرج القوس فلما كانت الزهرة بالعقرب كانت فترة حساسة ونصحنا الكثير من برج القوس أنه يبعد عن التوتر وإذا كان متوتر بدو ما يتخذ قرارات ويأجلها للفترة الثانية اللي هي تبدأ من 18 الشهر الزهرة ببرجك رح تعطيك إيجابيات عالية والمقدرة على حل الأمور وإحلال السلام العاطفي بحياتك اللي عندهم مشاكل وتراجع رح يكون في حسم كثير كبير سواء كان سلبا أو إيجابا فهو اتخاذ قرار يخص حياتك ويخص كيف تعيش السعادة بحياتك العاطفية كمان فترة جيدة لغير المرتبطين من خلال زيادة العلاقات الاجتماعية ومن خلال سفر أنه يتعرف على الشريك المناسب وخاصة للذين كانوا مضربين عن الارتباط والزواج رح نشوف الكثير منهم رح يتخذوا القرار بالارتباط بإيجاد الشريك المناسب من خلال العلاقات الاجتماعية أما بالنسبة للجدي فالفترة الأولى كانت فيها تحديات ونقاشات وكنت معرض للمسائلات ولكن هاي رح تنتهي مع دخول الزهرة ببرج القوس فبدك تستغلها بشكل صح لأنها فترة جيدة لإنهاء الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة وتعتمد النقاش ويعطى مساحة كافية للشريك لحتى يعبر عن رأيه وهاي الفترة رح نشوف برج الجدي رح يكون قادر على أنه يكون مستمع جيد لإنهاء الكثير من السلبيات بالعلاقة وكمان الناس من برج الجدي وخاصة العشرية الثانية اللي عندهم علاقات تحت الضوء أو علاقات غير متكافئة رح نشوف رح يتخذوا القرار بالإعلان عن العلاقات اللي هي تحت الضوء الغير معلن عنها أو إنهائها وكذلك نفس الشيء بالنسبة للعلاقات الغير متكافئة أيضاً فترة ممتازة جداً من 18 إلى آخر الشهر أنه تصححوا وتصوبوا الأمور العاطفية وتبحثوا عن الأفضل للشعور بالاستقرار أما بالنسبة لبرج الدلو فكان في خلافات بالعلاقات الجديدة عدم تفهم الشريك عدم تفهم الآخرين لبرج الدلو كان المطلوب بالتخلي عن الكثير من العادات السيئة والسلبية واللي ما بتتماشى مع الشريك وهذا بينطبق على البعض من برج الدلو اللي مرتبطين ببعض الأبراج اللي ما بتتماشى مع برج الدلو ولكن عندما تنتقل الزهر إلى برج القوس فنشوف تتلاشى السلبيات تدريجياً حتى لو كانت بطيئة ولكن رح تكون محسوسة ورح نشوف برج الدلو رح يكون عنده المقدرة على تجاوز لكثير من المطبات إنهاء لكثير من السلبيات تبحث عن أسباب التراجع وتعطي الفرصة للشخص المقابل إنه يشاركك بالنقاش وبالحديث وتكون مستمع جيد أيضاً تنتهي فترة النفور وفترة النظر فقط للسلبيات رح نشوف أنه رح يعمل توازن ما بين السلبي والإيجابي ويعتمد الإيجابي أكثر من السلبي هذا كله بيخليك تعيش السلام العائلي وتنهي لكثير من المطبات بالعلاقة العاطفية أما بالنسبة لبرج الحوت اللي كان فترة مش سهلة أبداً خاصة حكينا بالفترة الأولى إذا كانت العلاقة العاطفية مرتبطة بأمور مالية كان فيه تراجع كبير فيها وطلبنا من برج الحوت أنه يفصل ما بين العلاقة العاطفية والعلاقة المالية ويبتعد عن التوتر والعصبية أما عند انتقال الزهرة لبرج القوس من 18 إلى آخر الشهر فترة جيدة عاطفياً وفيها الحب والشعور بالاستقرار رح نشوف تتراجع الضغوطات بهذه الفترة وفترة بدك تستغلها بشكل صحي برج الحوت لدعم العلاقات وتعزيز علاقتك مع العائلة والشريك غير المرتبطين أيضاً فترة جيدة لاتخاذ القرارات بالارتباط رأيتنا نرد على الأسئلة لكثير من الطلبات كانت على برج السرطان ولما كانت الزهرة بالعقرب كانت فترة صعبة كان فيها مشاكل وصح كان فيها مطبات وتشعر بالتوتر والضغوطات وكنت بوضع تشعر بالانزعاج منه على مستوى العائلة أو على مستوى الشريك ولكن عند انتقال الزهرة إلى القوس رح نشوف هي صح فترة مش سهلة ولكن تحمل بعض الانفراجات ورح تكون بإمكانك مع شوية تنازلات ومع شوية صبر ترجع تكون انت المسيطر على الوضع وهذا الشيء رح يخليك تشعر بالراحة النفسية تنتهي فترة المسائلات وكنت معرض لأنك تشرح وتفسر أي تصرف تعمل وهذا كله رح ينتهي به هاي الفترة رح تعمل على حل الأمور بالنقاش والدبلوماسية وهذا رح يخليك تشعر بالأمان والاستقرار إذن بكرة عنات الأسماء وطاقة الأرقام والحروف عنات توافق الأبراج والبرج الصاعد وتحليل الأسماء اللي حابب أنه يعرف عن شيء من هذه المعلومات بدكم تبعثوا لي تاريخ الميلاد بشكل واضح ساعة الميلاد أيضاً بأرقام زوجية من التنتين للأربعة من الـ 12 للتنتين لحتى أقدر أرد على أسئلتكم شكراً لمتابعتكم يسعى الصباحكم شكراً للمشاهدة